باسكوت القريو هنعمله النهاردة بطعمه الاصلي وكمان بشكله الاصلي هنشكله بطريقة سهلة جدا انا منور متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة ده قالب زبدة القالب ده كيلو انا عايز ااخد منه حوالي 100 جرام انا مش هستخدم ميزان هعمل الميت جرام كده بالتقريب الزبدة دي فرن ممكن تستخدمه كريستال او اي نوع بس بلاش الزبدة السايبة وكمان بلاش الزبدة الفلاحي هنعطع حوالي كده عشر الليل كيلو يعني حوالي كده ميت جرام ده كده حوالي ميت جرام بالنظر كده وحطه في طبق عميق وهضيف عليه نص كباية من السكر البودرة المطحون كويس ومطحون في البيت بلاش اللي بيتجاب من بره وهضربهم بمضرب البيض ويستحسن تضربوهم في طبق عميق لان انا بهدل الدنيا عشان لازم الطبق يكون عميق هنفضل نضرب في السكر والزبدة لحد من قناعمين جدا واللونهم يكون فاتح شوية بعد كده هنضيف عليهم بيضة والبيضة بدرجة حرارة الغرفة وكمان الزبدة كانت بدرجة حرارة الغرفة انا مطلعهم من التلاجة من حوالي ساعتين وهضيف كمان عليهم كيس فانيليا وممكن كمان نص معلقة من الفانيليا السيلة وهلم كده الزبدة بمعلقة بعد كده هضربها تاني بمضرب البيض هفضل اضرب فيها لحد ما المكونات دي تندمج مع بعض كويس جدا وبين فترة والتانية هلم كده من جوانب الطبق بالمعلقة وابدأ اضرب تاني لحد ما خليط الزبدة والسكر والبيض يندمجوا كويس مع بعض ويكونوا نعمين جدا بعد كده هضيف عليهم نص كباية من الككاو الخام الككاو ده نوع اسباني نوع حلوي جدا فيه ناس بتبيعه بـ 80 جنيه وناس بتبيعه بـ 100 جنيه ولو ملقتهوش هاتو ككاو نوع دريم نوع حلوي قوي وهضيف كمان كباية من الدقيق وهضيف عليها معلقتين كمان كبار من الدقيق ولازم الككاو والدقيق يتنخلو ممكن تضيفوا معلقة واحدة كبيرة من الدقيق على الكباية وممكن تضيفوا معلقتين وكمان هنضيف ربع معلقة صغيرة بيكنج بودر وربع معلقة صغيرة بيكنج سودة والبيكنج سودة ده هو الكربوناتو وممكن كمان تضيفوا بيكنج بودر فقط بعد كده هنقلب العجينة دي شوية بالمعلقة بعد كده نعجنها بأيدينا لحد ما الدقيق يندمك كويس مع المكونات التانية ويتشكل العجينة لو لقيتوا العجينة محتاجة معلقة الدقيق الزيادة حطوها ولو محتاجتهاش مش مهم بس الافضل طبعا او المقادير الصح اننا نحط كباية من الدقيق وعليها معلقتين كبار من الدقيق كمان وده شكل العجينة النهائي هعمله كده زي شكل بيضاوي واحطه في كيس وقفل الكيس كويس ودخله التلاجة لمدة نص ساعة ولو مستعجلين دخلوها الفريزر لمدة ربع ساعة دلوقتي هنفرد العجينة هنفردها بين كسين من اكياس التلاجة انا فتحت اكياس التلاجة وحطيت كيس تحت على الرخامة هحطه فوق العجينة وأغطي العجينة بالكيس التاني وابدأ افردها بالنشابة وطبعا سمك العجينة بيكون نفسه سمك بسكوتة الأوريو هي بتتفرد بسهولة جدا ما بتاخدش اي وقت خالص وافرده قطعة قطعة ما تفردهاش كلها عشان طبعا حجم الكيس بيكون صغير بعد كده هنجيب بسكوتة من بسكوتة الأوريو وهنجيب القطعة اللي هنقطع بيها اي حاجة موجودة عندكو لازم تكون نفس المقاس او اكبر شوية بعد كده هنشكل العجينة ببسكوتة الأوريو هنطبع بيها كده على العجينة بتتطبع بمنتهى السهولة وما بتلزقش خالص وده عشان البسكوت يكون شكل الأوريو بالزبط وطبعا ممكن تشكلوه باي شكل تحبوه بعد كده هنجيب القطعة ونقطع بيها البسكوت بالشكل ده الطريقة سهلة جدا والعجينة ما بتلزقش ولا في البسكوت ولا في القطعة دلوقتي هنشيل قطعة البسكوت نشيلها كده بالراحة خالص والعجينة الباقية دي نلمها ونفردها تاني طبقوها كده على بعضها بالكيس وحطوا الكيس التاني فوقها وفردوها تاني بنفس الطريقة وهكذا لحد ما الكمية كلها تخلص دلوقتي هنشوف ازاي نسوي القريو انا هسويه على البتجاز من فوق بدون فرن هنجيب اي صانية عندكو او طاصة ونجيب كطعة حديد زي دي مفتوحة كده عشان تكون عازل ونحط فوها اي صانية ممكن صانية الكيك دي وممكن اي صانية موجودة عندكو لو الصانية بتلزق حطوا عليها ورقة زبدة لو ما بتلزقش زي دي ما تحطوش عليها حاجة خالص بعد كده هنحط عليها قطع البسكوت بالشكل ده والنار هدية خالص انا استخدمت عين البتجاز الكبيرة اللي بتكون في النص بس وطتها خالص بعد بحط كل قطع البسكوت هغطيها وهسيبها لمدة تلت ساعة يعني عشرين دقيقة بعد كده هشوف اذا كان استوى ولا لا بعرف البسكوت استوى ولا لا ازاي ان انا بشيل قطعة البسكوت بايدي لو اتشالت بمنتهى السهولة كده خلاص هو استوى لو لقيتوها ما بتتشالش بسهولة غطوه وسبوه كمان خمس دقيق بعد الخمس دقيق هتلاقوه بتشال بسهولة لانه هو ما بيحتاجش اي وقت زيادة عن كده وممكن كمان ترصوه في صاج الفرن ودرجة الحرارة على 140 تسيبوه لمدة ساعة كاملة ودي طريقة تانية للتشكيل بعد ما رص البسكوت بحوالي خمس دقايق بجيب قطعة القريو واشكل بيها العجين اطبعها على قطع البسكوت بالشكل ده يعني البسكوت ده بقاله خمس دقايق على النار عادي خالص طبعا العجينة بتتنفخ شوية بعد كده اطبع عليها بقطعة القريو الطريقة سهلة جدا طريقة القريو سهلة جدا ومكوناته بسيطة جدا وكمان التسويع البوتاجاز بتكون اسرع كتير من الفرن كده خلاص احنا خلصنا البسكوت دلوقتي هنعمل الكريمة بتاعة الحشو اللي بيكون جوه القريو هحتاج حوالي 25 جرام من الزبدة برضو هقطع كده حوالي 100 جرام وهاخد ربعها فقط والافضل طبعا اننا نستخدم ميزان هكتبلكو في الوصف الموازين بالضبط بالجرام وكمان بالكوباية هحط الزبدة المرة دي في طبع عميق وهضيف عليها كوباية لربع من السكر البودرة او السكر الناعم المطحون جامد جدا وهضربهم بمضرب البيض كويس جدا لحد ما لونهم يكون ابيض وكل شوية عجنوها باديكو شوية بعد كده ضربوها بالمضرب تاني لانها بتبقى مفرولة جدا لان كمية السكر كبيرة اكبر بكتير من كمية الزبدة فلازم كل شوية نعملها بادينا نرجع نعملها بمضرب تاني انا ضفت على الكريمة كمان 3 معلق كبار مية عشان تتعجن كويس وكمان كل شوية نلم الجوانب بمعلقة بعد كده نرجع نضرب بها لحد ما الكريمة يكون لونها فاتح جدا دلواتي هنحشي البسكوت ده شكل البسكوت بعد ما استوى متماسك جدا والرسمة بتاعته مراحتش خالص بناخد قطعة البسكوت بالشكل ده ونحط عليها قطعة من الكريمة بسكينة او بمعلقة او باي حاجة بعد كده نحط قطعة البسكويت التانية ونضغط عليها بالراحة خالص بادينا بالشكل ده كده خلاص قطعة كمان اهي نحط عليها برضو قطعة زبدة وفقها بسكوتة كمان ونضغط عليها بادينا بالراحة خالص بالشكل ده بتلزق كويس جدا وما بتفكش خالص وبكده اكون عملتلكو بسكويت القوريو وعندنا في مصر اسمه البوريو بنفس الطعم ونفس الشكل ممكن كمان نعمل بسكويت القوريو في العيد هيكون تغيير وكمان شكله حلو جدا وطعمه جميل جدا وممكن كمان نعمله كبديل للبيتيفور اتمنى وصفة النهاردة تعجبكم واتجربوها وبالهنة والشفة مقدما وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته